هل بتصادفون أي سخافات معتادة طبعا بحكم العادة وبحكم التركيبة من الاحتلال طبعا دعنا نحكي على الأمانية الأمانية هي طبعا هي ثقيلة الأمانية رفضتها السماوات والأرض وقبلها الأنبياء وإن شاء الله نحن سنحذو حذو الأنبياء إن شاء الله ربنا يعطينا هذه الشهادة أو هذه المهمة الثقيلة طبعا نحن نعاني منذ الاحتلال منذ 48 و67 وحتى تاريخ اليوم نحن نعاني عن الاحتلال الاحتلال يضايقنا جدا الاحتلال دائما يبث الفتن بيننا وبين إخوتنا المسيحيين لكن في نهاية المطاف نحن نقول نتمنى للعالم بأن تكون العلاقة بين المسلم والمسيحي كما هي العلاقة بين المسلم والمسيحي في القدس طبعا أنا ثقيلة على قلبي دائما أن أقول مسلم ومسيحي نحن في بيت المقدس ما في عنا هذه النظرة مسلم ومسيح نحن أخوي في الدم نحن نعاني نفس المعاناة نحن نعيش في خندق واحد نشارك أفراحنا وأعيادنا نحن في بيت المقدس نحتفل بعيد الميلاد المجيد نحتفل في رأس السنة كما وإخواننا المسيحيين يحتفلوا معنا برمضان يقوموا بإعداد الإفطارات أيضا في بيتهم في رمضان ويحتفلون معنا في أعياننا في عيد الفطر وفي عيد الأطحى نتمنى أن تكون هذه العلاقة التي تتواجد في بيت المقدس أن تنتشر في هذا العالم نتمنى ذلك نتمنى ذلك أتمنى ليكم عام قد يجلب سعادة ما أتمنى ليكم أن عام عشرين أربعة وعشرين يكون أفضل كتير من تلاتة وعشرين وإن كان حتى تلاتة وعشرين اللي بدأ بانتفاضة أو اللي كان بينتهي بانتفاضة الأقصى ومهما بلغ عدد الشهداء فهو صرخة مدوية في وجه العالم وهو ألم حقيقي في قلب الاحتلال الصهيوني ربنا سبحانه وتعالى قادر يأوينا جميعا حتى نتخلص منه بشكل نهائي أنا أشكرك جدا 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 سيد أديب جواد الحسيني أمين مفتاح كنيسة القيامة محدثنا من بيت لحم الفلسطينية أنا تشرفت شكرا لك